بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية الاسبوع الماضي والذي تسبب بارتفاع حاد باسعار المواد الغذائية دفع فعاليات اقتصادية واكاديمية الى اطلاق حملة وطنية لدعم الدينار العراقي الحملة التي تبناها البنك المركزي العراقي تهدف الى دعم العملة الوطنية والاقتصاد وزيادة ثقة المواطن بالدينار العراقي في مواجهة الدولار والعملات الاجنبية التي يحاول تجار التجزئة اجبار المواطن على الشراء بها وتتضمن الحملة نشاطات مشتركة تهدف لدعم جهود البنك المركزي المستمرة بهذا الصدد من خلال عقد الاجتماعات والندوات التثقيفية على مختلف الصعود حملة دعم الدينار العراقي هذه تزامنت مع قيام البنك المركزي بتخصيص ثلاثة مليارات دولار لغرض ضبط السوق المحلية والسيطرة على اسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وتحاول الحكومة العراقية جاهدة تثبيت سعر صرف الدولار عند حاجز 145 الف دينار عراقي لكل 100 دولار الذي حدده البنك المركزي رسميا من خلال بيع اكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة يوميا من اجل السيطرة على سعر الصرف يشار الى ان اسعار المواد الغذائية الاساسية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية ما اثر على الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة وذو الدخل المحدود